المكتبة ما بعد الولادة والموت الفصل واحد نحن لسنا هذه الهيئة يا سليل بهارة من يسكن في الجسد هو ابي ولا يمكن ان يقتل ابدا لذلك لا داعي لان تحزن على اي مخلوق جيت الثانية وثلاثين دقيقة صباحا الخطوات الاولى في تحقيق ذاتي هي ادراك هوية الفرد باعتبارها منفصلة عن الجسد انا لست هذا الجسد بل انا روح روحية هو ادراك اساسي لأي شخص يريد تجاوز الموت والدخول الى العالم الروحي البعيد لا يتعلق الامر ببساطة بقول انا لست هذا الجسد بل بادراك ذلك فعليا هذا ليس بهذه البساطة كما قد يبدو في البداية على الرغم من اننا لسنا هذه الاجساد ولكننا وعي خالص الا اننا بطريقة او باخرى اصبحنا مختبئين داخل اللباس الجسدي اذا اردنا فعلا السعادة والاستقلال الذين يتجاوزن الموت فعلينا ان نثبت انفسنا ونبقى في موقعنا دستوري كوعي خالص عندما نعيش في المفهوم الجسدي فان فكرتنا عن السعادة تشبه فكرة الرجل في حالة من الهاذيان يزعم بعض الفلاسفة ان هذه الحالة الهاذيانية المتماثلة في تحديد الهوية الجسدية يجب علاجها بالامتناع عن كل فعل ولان هذه الانشطة المادية كانت مصدرا للضيق بالنسبة لنا فانهم يدعون انه يجب علينا فعلا وقف هذه الانشطة ذروات الكمال لديهم هي في نوع من السكينة البوذية التي لا يتم فيها تنفيذ اي انشطة اكد بوذة انه بسبب مجموعة من العناصر المادية جاء هذا الجسد الى الوجود وانه بطريقة او باخرى اذا تم فصل هذه العناصر المادية او تفكيكها فسيتم ازالة سبب المعاناة اذا كان جبى الضرائب يفرضون علينا الكثير من الصعوبات لاننا لم تلك منزلا كبيرا فان احد الحلول البسيطة هو تدمير المنزل ومع ذلك تشير البهاغاغاثاد غيطة الى ان هذا الجسد المادي ليس الكل في الكل وراء هذا المزيج من العناصر المادية هناك روح واعراض تلك روح هي الوعي لا يمكن انكار الوعي جسد بلا وعي هو جسد ميت وبمجرد انتزاع الوعي من الجسد لن يتكلم الفم ولن ترى العين ولن تسمع الاذنان يمكن لطفل ان يفهم ذلك انها الحقيقة ان الوعي ضروري للغاية لتحريك الجسم ما هذا الوعي؟ فكما ان الحرارة او الدخان من اعراض النار فان الوعي هو من اعراض الروح يتم انتاج طاقة الروح او الذات على شكل وعي في الواقع الوعي يثبت ان روح موجودة هذه ليست فلسفة البهاغاغاثاد غيطة فحسب بل هي خلاصة كل الادب الفيدي يعترف اطباع الكوركري غير الشخصيين وكذلك في الفس الذين يتبعون الخلافة المريدية من اللورة شاريك ريشنا بالوجود الحقيقي للروح لكن الفلسفة البوذيين لا يعترفون بذلك يؤكد البوذيون انه في مرحلة معينة يؤد اتحاد المادة الى انتاج الوعي لكن هذه الحجة تدحدها حقيقة انه على الرغم من انه قد يكون لدينا جميع مكونات المادة تحت تصرفنا الا اننا لا نستطيع انتاج الوعي منها قد تكون جميع العناصر المادية موجودة في الرجل الميت لكننا لا نستطيع احياء ذلك الرجل الوعي هذا الجسم ليس مثل الالة عندما يتعطل جزء من الالة يمكن استبداله وستعمل الالة مرة اخرى ولكن عندما يتعطل الجسم ويغادر الوعي الجسم فلا توجد امكانية لاستبدال الجزء المكسور وتجديد الوعي والنفس تختلف عن الجسد وما دامت النفس موجودة فالجسد حي لكن لا توجد امكانية لجعل الجسد حيا في غياب الروح ولاننا لا نستطيع ادراك النفس بحواسنا الجسمة فاننا ننكرها في الواقع هناك اشياء كثيرة لا يمكننا رؤيتها لا يمكننا رؤية الهواء او موجات الرديو او الصوت ولا يمكننا ادراك البكتيريا الدقيقة بحواسنا غير الحادة لكن هذا لا يعني انها غير موجودة وبمساعدة المجهر وغيره من الادوات يمكن ادراك اشياء كثيرة كانت الحواس غير الكاملة تنكرها من قبل ولما كانت النفس ذات الحجم الذري لم تدرك بعد بالحواس او الالات فلا ينبغي ان نستنتج انها غير موجودة ولكن يمكن ادراكه من خلال اعراضه واثاره يشير كوريشنا في بجفة جيتير الى ان كل مؤسنا ترجع الى التمهي الزائف مع الجسد يا ابن كونتي ان ظهور الحر والبرد بشكل غير دائم والسعادة والضيق واختفاؤهما في الوقت المناسب مثل ظهور وغياب فصلي الشتاء والصيف انها تنشأ من الادراك الحسي يا سلي البهارة ويجب على المرء ان يتعلم التسامح معها دون ازعاج جيت الثانية واربع عشرة دقيقة صباحا في الصيف قد نشعر بالمتعة عند ملامسة الماء لكن في الشتاء قد نتجنب هذا الماء لانه بارد جدا وفي كلتا الحالتين الماء هو نفسه لكننا نعتبره ممتعا او مألما بسبب ملامسته للجسد كل مشاعر ضيق والسعادة تهيى بسبب الجسد في ظل ظروف معينة يشعر الجسم والعقل بسعادة والضيق في الواقع نحن نتوقع الى السعادة لان الوضع البنيوي لروحه ووضع السعادة الروح جزء لا يتجازا من الكائن الاسمى الذي هو ساكسدن ندخج ريح التجسيدي المعرفة ونعيم والخلود في الواقع فان اسم كوريشنا وهو اسم غير الطائفين يعني اعظم متعة كوريشنا يعني الاعظم ونا تعني المتعة كوريشنا هو مثال المتعة وكوننا جزءا لا يتجازا منه فاننا نتوقع الى المتعة تحتوي قطرة ماء المحيط على جميع خصائص المحيط نفسه ونحن على الرغم من جزيئاتنا الدقيقة من الكل الاسمى نمتلك نفس خصائص الطاقة التي يتمتع بها الاسمى الروح الذارية على الرغم من صغر حجمها تحرك الجسم باكمله ليعمل بطرق عديدة رائعة نرى في العالم الكثير من المدن والطرق الصريعة والجسور والمباني العظيمة والاثار والحضارات العظيمة ولكن من فعل كل هذا ويتم كل ذلك بواسطة شرارة الروح الدقيقة داخل الجسم اذا كان من الممكن تنفيذ مثله هذه الاشياء الرائعة بواسطة شرارة الروح الدقيقة فلا يمكننا ان نبدأ في تخيل ما يمكن انجازه بواسطة الروح الاسمى الكلي ان الشعوق الطبيعي لشرارة الروح الدقيقة هو لصفات الكل المعرفة ونعيم والخلود ولكن هذه الشعوقات تحبط بسبب الجسد المادي المعلومات حول كيفية تحقيق الرخبة الروح موجودة في البهاغاء فادغيتا نحاول في الوقت الحاضر ان نبلغ الخلود والغبطة والمعرفة بادا غير كاملة في الواقع ان تقدمنا نحو هذه الاهدف عوقه الجسم المادي لذلك علينا ان نصل الى ادراك وجودنا خارج الجسد المعرفة النظريات باننا لسنا هذه الهيئة لن تفعل علينا ان نبقي انفسنا منفصلين دائما كأسادة الجسد وليس كاخدام اذا عرفنا كيفية قيادة السيارة بشكل جيد فسوف يقدم لنا ذلك خدمة جيدة ولكن اذا كنا لنعرف كيف فاننا سوف نكون في خطر يتكون الجسد من حواس والحواس جائع دائما لا اشياؤها ولعن ترى انسانا جميلا وتقول لنا اهن هناك بنت جميلة ولد جميل دعونا نذهب نرى الاذن تقول لنا اواه هناك موسيقى جميلة جدا فلنذهب لنسمعه اللسان يقول اواه هناك مطعم جميل جدا يقدم اطباق شهية دعونا نذهب وبهذه الطريقة تسحبنا الحواس من مكان الى اخر ولهذا السبب نحتار اندريا انا امه يا كاراتام يأني ما نوفيد هي تاداسيا هارتي براجنام فايورنا فام اي فامبهاسي مثل ما تجرى فرح قوية قارب على الماء فحتى احدى الحواس التي يركز عليها العقل يمكنها ان تسلب ذكاء الانسان جت اثنان نقطة سبعة وستين ومن الضروري اننا نتعلم كيفية السيطرة على الحواس يطلق اسم جوسفامي على الشخص الذي تعلم كيفية اتقان الحواس جو تعني الحواس وصفمي تعني المتحكم لذلك فان من يستطيع التحكم في الحواس يعتبر جوسفامي يشير كريشنا الى ان شخص الذي يتمهى مع الجسد المادي الوهم لا يمكنه اثبت هويته الصحيحة كروح روحية ان المتعة الجسدية هي وميد ومسكر ولا يمكن الاستمتاع بها فعليا بسبب طبيعته اللحظية المتعة الحقيقية هي من الروح وليس الجسد علينا ان نشكل حياتنا بطريقة لا تجعلنا نشغل بالمطعة الجسدية اذا نحرفنا بطريقة او باخرى فلن يكون من الممكن بالنسبة لنا ان نؤسس وعينا في هويته الحقيقية خارج الجسد تتناول كتب الفيدا موضوع لا يحدث تصميم الحازم على الخدمة التعبضية للرب الاعلى تتناول كتب الفيدا موضوع الاشكال الثلاثة للطبيعة المادية ارتفع فوق هذه الاوضاع يا الرجونة كن متعالية لهم جميعا تحرر من كل ثنائيات ومن كل هموم المكسب والسلامة وثبت في الذات جيت اثنان نقطة اربعة الاف واربعمائة وخمس واربعين كلمة في ذات عن كتاب المعرفة هناك العديد من كتب المعرفة والتي تختلف حسب البلد والسكان والبيئة وما الى ذلك وفي الهندي يشاروا الى كتب المعرفة باسم الفيدا في الغرب يطلق عليهم العهد القديم والعهد الجديد المسلمون يقبلون القرآن ما هو الهدف من كل هذه الكتب العلمية عليهم ان يضربون على فهم وضعنا كروح نقية والغرض منها هو تقييد الانشطة الجسدية من خلال قواعد وانظمة معينة وتعرف هذه القواعد والانظمة باسم قواعد الاخلاق الكتاب المقدس على سبيل المثال لديه عشر وصي تهدف الى تنظيم حياتنا يجب التحكم في الجسد حتى نصل الى اعلى درجات الكمال وبدون مبادئ تنظيمية لا يمكن ان نكمل حياتنا قد تختلف المبادئ التنظيميات من بلد الى اخر او من كتاب الى كتاب لكن هذا لا يهم لانها مصنوعة حسب الوقت وظروف وعقلية للناس لكن مبدأ السيطرة المنظمة هو نفسه وبالمثل تضع الحكومة لوائح معينة يجب على مواطنها لالتزام بها ولا يمكن تحقيق تقدم في الحكومة او الحضارة دون بعض الضوابط في الاية السابقة يخبر شاريك ريشنا ارجون ان المبادئ التنظيميات للفيدة تهدف الى التحكم في الانماط الثلاثة للطبيعة المادية الخير والعاطفة والجهل ومع ذلك ينصح كريشنا ارجون بتثبيت نفسه في موقعه الدستوري النقي كروح روحية بما يتجاوز ثنائيات الطبيعة المادية وكما اشرنا من قبل فان هذه الثنائيات مثل الحرارة والبرودة والذة والالم تنشأ بسبب اتصال الحواس باشياؤها وبعبارة اخرى فانهم يولدون من خلال التماهي مع الجسد يشير كريشنا الى ان اولئك الذين يكرسون انفسهم للامتعى والقوة ينجاذبون الى كلمات الفيدة التي تعد بالمتعة السماوية من خلال التضحية والنشاط المنظم التمتع هو حقنا الطبيعية فهو صفة النفس الروحية لكن النفس الروحية تحاول التمتع ماديا وهذا هو الخطط يتجه الجميع الى الموضوعات المادية من اجل الاتستمتاع ويجمع اكبر قدر ممكن من المعرفة شخص ما سيصبح كيميائيا او فايزيائيا او سياسيا او فنانا او ايان كان كل شخص يعرف شيئا من كل شيء او كل شيء من شيء ما وهذا ما يعرف عموما بالمعرفة ولكن بمجرد ان نترك الجسد تهزم كل هذه المعرفة في حياة سابقة ربما كان المرء الرجولا عظيما من ذاو المعرفة ولكن في هذه الحياة عليه ان يبدأ من جديد بالذهاب الى المدرسة وتعلم القراءة والكتابة من البداية مهما كانت المعرفة المكتسبة في الحياة سابقة يتم نصيانها والحال اننا في الواقع نسعى الى المعرفة الابدية لكن هذا لا يمكن ان يحصل عليه هذا الجسد المادي نحن جميعا نسعى الى الاستمتاع من خلال اهدي الاجساد لكن الاستمتاع الجسد ليس استمتاع الفعلية انه مصطنع علينا ان نفهم اننا اذا اردنا الاستمرار في هذه المتعة المصطنعة فلن نتمكن من الوصول الى مكانتنا في المتعة الابدية يجب اعتبار الجسم حالة مريضة لا يستطيع الرجل المريض لاستمتاع بوقته بشكل صحيح فالرجل المصاب باليرقان على سبيل المثال سوف يتذوق الحلوى السكريات باعتبارها مرة ولكن الرجل السليم يمكنه تذوق حلواتها وفي كلتا الحالتين حلوى السكري هي نفسها ولكن حسب حالتنا يختلف طعامها وما لم نشفى من هذا المفهوم المريض للحياة الجسدية فلن نتمكن من تذوق حلوة الحياة روحية حقا سيكون طعامها مرا بالنسبة لنا وفي الوقت نفسه من خلال زيادة استمتاعنا بالحياة المادية فاننا نزيد من تعقيد حالتنا المريضة لا يستطيع مريض التفوئيد ان يأكل طعاما صلبا واذا اعطاه احد له ليتلذذ به فاكل يزيد مرضه تعقيدا ويعرض حياته للخطر اذا اردنا حقا التحرر من بؤس الوجود المادي فيجب علينا تقليل متطلبتنا ومتعنا الجسدية في الواقع الاستمتاع المادي ليس متعدا على الاطلاق التمتع الحقيقي لا يتوقف في المهابهارة هناك ايات رامينت يضنوا ننت مفادها ان اليغيين يضنوا ولكن الذين يسعون الى الارتقاء بانفسهم الى المنصة الروحية يستمتعون بالفعل الرامينت لكن استمتاعهم لنهاية له وذلك لان استمتاعهم يتعلق بالمتمتع الاسمى راما شاريك ريشنا البهاء غافان شاريك ريشنا هو المستمتع الحقيقي والبهاء غاء فادغيتا الخامس وتسعة وعشرين دقيقة صباحا يؤكد ذلك الحكماء الذين يعرفونني بانني المستمتع المطلق بكل التضحيات والتقشف والراب الاسمى لجميع الكواكب وانصاف الالهة والمحسن والمتمني لجميع الكائنات الحية يصلون الى السلام من الام البؤس المادي بهو جتعن لاتستمتاع واستمتاعنا يأتي من فهم موقفنا كمستمتعين المستمتع الحقيقي هو الرب الاسمى ونحن نتمتع به يمكن العثور على مثال على هذه العلاقة في العالم المادي بين الزوج والزوجة الزوج هو المستمتع بيرويت والزوجة هي المستمتع بركتي كلمة بريتعن امرأة بيرويت او الروح هو الموضوع وبركتي او الطبيعة هي الموضوع لكن الاتستمتاع يشترك فيه الزوج والزوجة وعندما تكون المتعة الفعلية موجودة فلا فرق بين ان الزوج يتمتع اكثر او الزوجة تتمتع اقل على الرغم من ان الذكر هو المسيطر والانثى هي المهيمنة الا انه لا يوجد انقسام عندما يتعلق الامر بالاستمتاع وعلى نطاق اوسع لا يوجد كيان حي هو المستمتع لقد توسع له الى كثيرين ونحن نشكل تلك التوسعات الله واحد لا ثاني لا لكنه اراد ان يكثر لكي يتمتع لدينا خبرة في ان الجلوس بمفردك في غرفة والتحدث مع نفسك ليس به سوى القليل او لا يوجد اي متعة على الاطلاق ومع ذلك اذا كان هناك خمسة اشخاص حاضرين فان استمتاعنا يتعزز واذا تمكن من مناقشة كريشنا امام العديد والعديد من الناس فان الاستمتاع يكون اعظم الاستمتاع يعني التنوع لقد صار له كثيرا لم تعتوه فامكانتنا هي مكانة المتمتعين هذا هو موقفنا دستوري والهدف من خلقنا يتمتع كل من المستمتع والمستمتع بوعي لكن نوعي المستمتع يخضع لوعي المستمتع على الرغم من ان كريشنا هو المستمتع ونحن من استمتع الا انه من الممكن ان يشارك الجميع في الاتستمتاع بالتساوي يمكن ان يكتمل استمتاعنا عندما نشارك في تمتع بالله لا توجد امكانية للاتستمتاع بشكل منفصل على المنصة الجسدية لا يتم تشجيع الاتستمتاع المادي على المنصة الجسدية الإجمالية في جميع أنحاء البهاغاء فادغيتا ماترس بارساستو كوناتيا سيتوسينسي وخاده وخاده جامع أباباينون ويتياس تامستيت كأسفا بهارتا يابن كونتي إن ظهور الحر والبرد بشكل غير دائم والسعادة والضيق واختفاؤهما في الوقت المناسب مثل ظهور وغياب فصلي الشتاء والصيف إنها تنشأ من الأدراك الحسي ياسلي البهارتا ويجب على المرء أن يتعلم التسامح معها دون أزعاج جيت الثانية وأربع عشرة دقيقة صباحا إن الجسم المادي الإجمالي هو نتيجة لتفاعل أوضاع الطبيعة المادية وهو محكوم عليه بالفناء انتفان تنيم ديهانية يأس وكتاه سائر لريوناه أنا سينا ربرا مياسيا تسماضي ودهي أسفا بهارتا فقط الجسد المادي للكيان الحي الأبدوي غير القابل للدمير وغير القابل للقياس هو الذي يخضع للدمير لذلك قاتل إن ياسلي البهارتا جيت الثانية وثمانية عشرة دقيقة صباحا لذلك يشجعنا شريك ريشنا على التجاوز المفهوم الجسدي للوجود والوصول إلى حياتنا روحية الفعلية غوان إيتاني أوتيتي ياتريين ديهيدري هاسامو ديبها فانجان ماميتي وجاراد خير في موكيتوم مترامس نوتي عندما يكون الكائن المتجسد قادرا على التجاوز هذه الأوضاع الثلاثة الخير والعاطفة والجهل فيمكنه أن يتحرر من الولادة والموت والشيخخة ومتاعبها ويمكنه لتستمتاع بالرحيق حتى في هذه الحياة جيت الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر لكي نثبت أنفسنا على منصة براهما بهيوتا روحية نقية فوق الأوضاع الثلاثة يجب علينا أن نتبع طريقة وعي كريشنا هدية كيتانيامها برابهو وترديد أسماء كريشنا هاري كريشنا هاري كريشنا 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 هير هير هاري الراما هاري الراما راما الراما هاري هير تسهل هذه العملية تسمى هذه الطريقة بهكاتي يوغا أو منتران يوغا ويتم استخدامها من قبل أعلى المتعاليين كيف يدرك المتعالون هويتهم بعد الولادة والموت وراء الجسد المادي وينقلون أنفسهم من الكون المادي إلى الأكوان الروحية هي موضوعات الفصول التالية الفصل أثنان آرفع عند الموت هناك أنواع مختلفة من المتعاليين الذين يطلق عليهم اسم اليوغيين هاثا يوغيس وجنانا يوغيس وديانا يوغيس وبهكاتي يوغيس وجميعهم مأهلون للانتقال إلى العالم الروحي كلمة يوجد عن الارتباط وأنظمة اليوغا تهدف إلى تمكننا من الارتباط بالعالم التجاوزي كما ذكرنا في الفصل السابق في الأصل نحن جميعا مرتبطون برب الأعلى لكننا الآن تأثرنا بتلوث المادي العملية هي أننا يجب أن نعود إلى العالم الروحي وعملية الارتباط تلك تسمى اليوغا معنى آخر لكلمة اليوغا هو زائد في الوقت الحاضر نحن ناقص الله أو ناقص الأسماء عندما نضيف كريشنا أوله إلى حياتنا يصبح هذا الشكل البشري للحياة مثاليا وفي وقت الموت علينا أن ننهي عملية الكمال التلك علينا خلال حياتنا أن نتدرب على طريقة الاقتراب من هذا الكمال حتى أنه في وقت الموت عندما يتعين علينا التخلي عن هذا الجسد المادي يمكن تحقيق هذا الكمال الشخص الذي عند الموت يثبت هواء حياته بين الحاجبين ويمهمك في تكريس كامل في تذكر راب الأعظم سيصل بالتأكيد إلى شخصيات الربوبية الأسماء جيت الثامنة وعشر دقائق صباحا فكما يدرس الطالب مادة لمدة أربع أو خمس سنوات ثم يتقدم الانتحان هو يحصل على درجة كذلك الأمر مع مادة الحياة إذا تدربنا خلال حياتنا على الانتحان وقت الوفا وإذا نجحنا في الانتحان بالفحص ننتقر إلى العالم الروحي يتم فحص حياتنا كلها في وقت الموت مهما كانت الحالة التي يتذكرها المرء عندما يغاضر جسده فسوف يصل إلى تلك الحالة دون أن يفشل جيت ثمانية نقطة ستة هناك مثل بنغلي يقول أن كل ما يفعله المرء من أجل الكمال سيتم اختباره عند وفاته يصف كريشنا في بهاجا أفاضجي تما يجب على المرء فعله عند التخلية عن الجسد بالنسبة إلى ديانا يوغي المتأمل سري كريشنا يقول الأبيات التالية يهد أكرام في دافد يوفادانتي فيشانتي ياضي يأتي في ترجاه يديشانت براهما كريام كارانتي تأتي تيب دامسان عمغراها ينابر أفاكسار فدفاراني سيمو يامياما نهردين ويروديا كموردهن يأتي ياتمناها برانام أساسي طولوجة دارانام الأشخاص الذين تعلموا في الفضاء الذين ينتقون أوكارا والذين هم حكماء عظماء في النظام المنكر يدخلون في براهما ومن يرغب في مثل هذا الكمال يمارس العزوبة ساشرح لك الآن هذه العملية التي من خلالها يمكن للمرء أن يصل إلى الخلاص الوضع اليوري هو لانفصال عن كل الارتباطات الحسية بإغلاق كل أبواب الحواس وتثبيت العقل على القلب وهو الحياة في أعلى الرأس يثبت المرء نفسه في اليوغة جيت الثامن من نوفمبر 12 في نظام اليوغة تسمى هذه العملية براتية هارا والتي تعني العكس تماما على الرغم من أن العيون مشهولة برئية الجمال الدنيوي خلال الحياة إلا أنه عند الموت يتعين على المرء أن يصحب الحواس من الأشياء ويرى الجمال الموجود بداخلها وبالمثل فإن الأذنين يعتاد على سماع الكثير من الأصوات في العالم ولكن في لحظة الموت يجب على المرء أن يسمع الأوكار المتسامية من الداخل أواميتي أي كاكسرامي براهما في هاران مام أونوس مران ياه برياتي تياجان دهام سيأتي بار أمام جاتيم بعد التواجد في هذه الممارسة اليوغية وإهتزاز المقطع المقدس المزيج الأسمى من الحروف إذا فكر المرء في شخصيات الأسماء للربوبية وترك جسده فسوف يصل بالتأكيد إلى الكواكب الروحية جيت الثامنة وثلاث عشرة دقيقة صباحا بهذه الطريقة يجب إيقاف جميع الحواس في أنشطتها الخارجيات والتركيز على شكل فيشن أمورتي شكل الله إن العقل مضطرب للغاية ولكن يجب أن يكون ثابتا على الراب في القلب عندما يتم تثبيت العقل داخل القلب وينتقل هواء الحياة إلى أعلى الرأس يمكن للمرء أن يصل إلى الكمال في اليوغى عند هذه النقطة يحدد اليوغي إلى أين سيذهب في الكون المادي يوجد عدد لا يحصى من الكواكب وبراء هذا الكون يوجد الكون الروحي لدى اليوغيين معلومات عن هذه الأماكن من الأدب الفويدوي مثل ما يستطيع الشخص الذي يذهب إلى أمريكا الحصول على فكرة عن شكل البلاد من خلال قراءة الكتب يمكن للمرء أيضا أن يحصل على معرفة بالكواكب الروحية من خلال قراءة الأدب الفويدوي يعرف اليوغي كل هذه الأوصاف ويستطيع أن ينتقل إلى أي كوكب يريده دون مساعدة السفن الفضائية إن السفر إلى الفضاء بالوسائل الميكانيكية ليس العملية المقبولة للارتقاء إلى الكواكب الأخرى ربما مع قدر كبير من الوقت والجهد والمال قد يتمكن عدد قليل من الرجال من الوصول إلى كواكب أخرى بالوسائل المادية السفن الفضائية والبدالات الفضائية وما إلى ذلك ولكن هذه الطريقة مرهقة وغير عملية للغاية وعلى أيات حال ليس من الممكن تجاوز الكون المادي والوسائل الميكانيكية الطريقة المقبولة عموما للانتقال إلى الكواكب الأعلى هي ممارسة نظام اليوغة تؤملي أو نظام لإنئي ومع ذلك لا ينبغي ممارسة نظام البهكتي وغالي لانتقال إلى أي كوكب مادي لأن أولئك الذين هم خدام كريشنا أربى الأعلى ليسوا مهتمين بأي كواكب في هذا العالم المادي لأنهم يعرفون أنه على أي كوكب يوجد واحد عندما يدخل السماء المادية فإن المبادئ الأربعة للأولاد والشيخخة والمرض والموت موجودة على الكواكب العليا قد تكون مدة الحياة أطول مما هي عليه على هذه الأرض لكن الموت موجود رغم ذلك نشير بالكون المادي إلى تلك الكواكب التي يوجد فيها الولادة والشيخخة والمرض والموت وبالكون الروحي نشير إلى تلك الكواكب التي لا يوجد فيها ولادة وشيخخة ومرض وموت ولك الاذكياء لا يحاولون ان يرتقيوا بانفسهم الى اي كوكب ضمن الكون المادي اذا حاول احد دخول الكواكب العليا بالوسائل الميكانيكية فان الموت الفوري مضمون لان الجسم لا يستطيع تحمل التغيرات الجذريات في الغلاف الجوي ولكن اذا حاول المرء ذهاب الى الكواكب العليا عن طريق نظام اليوغا فسوف يحصل على جسم مناسب للدخول ويمكننا ان نرى هذا واضحا على هذه الارض لاننا نعلم انه لا يمكن لنا ان نعيش في البحر في جو مائي ولا يمكن للكائنات المائية ان تعيش على الارض كما نفهم انه حتى على هذا الكوكب يجب ان يكون لدى المرء نوع معين من الاجسام ليعيش في مكان معين لذا فان وجود نوع معين من الاجسام مطلوب للكواكب الاخرى على الكواكب العليا تعيش الاجسام لفترة اطول بكثير من تلك التي تعيش على الارض فمدى ستة اشهر على الارض تعادل يوم واحد على الكواكب الاعلى وهكذا تصف الفدى ان اولئك الذين يعيشون على الكواكب العليا يعيشون ما يصل الى عشرة الاف سنة ارضية ولكن على رغم من طول العمر الا ان الموت ينتظر الجميع حتى لو عاش المرء عشرين الفا او خمسين الفا او حتى ملايين السنين ففي العالم المادي تحسب جميع السنوات والموت موجود فكيف يمكننا الهروب من هذا الخضوع بالموت هذا هو الدرس المستفاد من البهاغاغاثا دغيتا ناجياتي مرياتي كاداسنا نايمب اوتفابها في تافن بهوية يا جونية يا سافة ويامب ورانونا هانيات هانية اماني سرير بالنسبة لروح ليس هناك ولادة ولا موت ولا يتوقف عن الوجود بمجرد وجوده انه لم يولد بعد ابداي موجود الى الابد لا يموت بدائي ولا يقتل بذبح الجسد جت الثانية وعشرين دقيقة صباحا نحن الروح الروح وعلى هذا النحو نحن ابديون لماذا اذا يجب ان نخضع انفسنا لولادة والموت من يسأل هذا السؤال يعتبر ذكية وللك الذين لديهم وعي كريشنا هم اذكياء جدا لانهم غير مهتمين بالدخول الى اي كوكب حيث يوجد الموت سيرافضون الحياة الطويلة لكي ينالوا جسدا مثل جسد الله في الريبر مكرس نساك سيدناند في جرحة سات تعني ابدي وسيتي تعني مليء بالمعرفة واناندى تعني مليء بالمطعة كريشنا هو خزان كل المطعة اذا نقلنا انفسنا من هذا الجسد الى العالم الروحي اما الى كريشنا الواكة كوكب كريشنا او اي كوكب روحي اخر فسوف نتلقى جسدا مشابها وبالتالي فان هدف اولئك الذين هم في وعي كريشنا يختلف عن اولئك الذين يحاولون ترقية انفسهم الى الكواكب الاعلى داخل هذا العالم المادي ان نفس الفرد او روحه هي شرارة الروحية الدقيقة كما لليوغا يكمن في نقل هذه الشرارة الروحية الى اعلى رأس وبعد تحقيق ذلك يستطيع اليوغي ان ينقل نفسه الى اي كوكب في العالم المادي حسب رخبته اذا كان اليوغي مهتما بمعرفة شكل القمر فيمكنه نقل نفسه الى هناك او اذا كان مهتما بالكواكب الاعلى فيمكنه نقل نفسه الى هناك تماما كما يذهب المسافرون الى نيويوروكا او كندا او مدن اخرى على وجه الارض اينما ذهب المرء على الارض يجد نفس انظمة التأشيرات والجمار كعاملة وعلى جميع الكواكب المادية يمكن للمرء ان يرى بالمثل مبادئ الميلاد والشيخخة والمرض والموت عند نقطة الموت يمكن لليوغي نككيو كري وهو شكل الموجز لاهتزاز الصوت التجاوزي اذا تمكن اليوغي من اهتزاز هذا الصوت وفي نفس الوقت تذكر كوريشن او فيشن مام اون اسماران فانه يحقق الهدف الاسماء انها عملية اليوغالة ركيز العقل على فئة ايو يتصور لا الشخصانيون شكلا من اشكال رب الاعلى لكن اصحاب الشخصيات لا يدخلون هذا يرون في الواقع سواء تخلها الانسان او رأاه بالفعل عليه ان يركز ذهنه على شكل شخصي لكوريشن انانيا سيتاه ساتتامي يومامس مارتينيتي ساهتسي هامسي ولابها بارتانيتيا يوكتاسيا يوغيناه من ذكرني بلا انحراف يسهل الحصول عليه يا ابن بارثا بسبب انخراطه الدائم في الخدمة التعبدية جيت الثامنة واربع عشرة دقيقة صباحا ولكن الذين يكتفون بالحياة المؤقتة والمطعة المؤقتة والمرافق المؤقتة لا يجب اعتبارهم اذكياء على الاقل ليس وفقا للبهاغاث دغيت وفقا لجيت الشخص الذي تكون مادة دماغه صغيرة جدا يهتم بالاشياء المؤقتة نحن ابديون فلماذا يجب اننا نهتم بالاشياء المؤقتة لا احد يريد وضعا غير دائم اذا كنا نعيش في شقة وطلب من المالك اخلاء الشقة فاننا نأسف ولكننا لا نأسف اذا انتقلنا الى شقة افضل من طبيعتنا لاننا دائمون ان نريد الاقامة الدائمة نحن لا نريد ان نموت لاننا في الواقع دائمون كما اننا لا نريد ان نكبر او نمرض لان هذه كلها حالات خارجيات او غير الدائمة على الرغم من انه ليس من المفترض ان نعاني من الحمى الا ان الحمى تأتي احيانا وعلينا اتخاذ الاحتياطات والعلاجات حتى نتعفى مرة اخرى البؤس الربعي يشبه الحمى وكله بسبب الجسد المادي اذا تمكن بطريقة ما من الخروج من الجسد المادي في مكننا الهروب من البؤس الذي يتكامل معه لكي يخرجوا الاشخصيون من هذا الجسد المؤقت ينصح كريشنا هنا بان يهتز المقطعه وبهذه الطريقة يمكن ضمان انتقالهم الى العالم الروحي ومع ذلك على الرغم من انهم قد يدخلون العالم الروحي الا انهم لا يستطيعون الدخول الى ايمن الكواكب الموجودة هناك يبقون في الخارج في البراهم جيوتي يمكن مقارنة البراهم جيوتي باشعة الشمس ويمكن مقارنة الكواكب الروحية بالشمس نفسها في السماء الروحية يظل عديم شخصيات في اشعاع رب الاعلى البراهم جيوتي يتم وضع الاشخصيين في البراهم جيوتي كشرارات روحية وبهذه الطريقة يمتلئ البراهم جيوتي بشرارات روحية وهذا هو المقصود بالاندماج في الوجود الروحي ولا ينبغي اعتبار ان المرء يندمج في البراهم جيوتي بمعنى ان يصبح واحدا معه يتم لاحتفاظ بفردية الشرارات الروحية ولكن نظرا لان الشخص غير شخصي لا يريد ان يتخذ شكلا شخصيا فانه يوجد كشرارات روحية في ذلك التألق مثل ما يتكون ضوء الشمس من العديد من الجزيئات الذرية كذلك يتكون البراهم جيوتي من العديد من الشرارات الروحية ومع ذلك ككائنات حية نريد التمتع الوجود في حد ذاته لا يكفي نريد النعيم اناندة وكذلك ان نكون السبت والكائن الحي في مجمله مكون من ثلاث صفات الخلود والعلم ونعيم ولك الذين يدخلون بشكل غير شخصي الى البراهم جيوتي يمكنهم البقاء هناك لبعض الوقت وهم يعلمون تماما انهم الان منذمجون بشكل متجانس مع البراهمان لكنهم لا يستطيعون الحصول على ذلك الاناندة الابدية النعيم لان هذا الجزء مفقود قد يظل المرء وحيد في غرفة لبعض الوقت وقد يستمتع بقراءة كتاب او التفكير في شيء ما لكن من غير الممكن ان يبقى في تلك الغرفة لسنوات وسنوات في كل مرة وبالتأكيد ليس الى الابد لذلك بالنسبة للشخص الذي ينمج بشكل غير شخصي في وجود الاسمة هناك فرصة كبيرة للسقوط مرة اخرى في العالم المادي من اجل الحصول على بعض الارتباط هذا هو حكم الشريم اندبهاجا فاتام قد يسافر رواد الفضاء الاف والاف الاميال ولكن اذا لم يجدوا راحة على احد الكواكب عليهم العودة مرة اخرى الى الارض في اي حال اراحة مطلوبة في الشكل غير شخصي اراحة غير مؤكدة لذلك يقول شريماندبهاجا فاتام انه حتى بعد كل هذا المسعى اذا دخل الشخص غير شخصي الى العالم الروحي واكتسب شكلا غير شخصيا فانه يعود مرة اخرى الى العالم المادي بسبب اهماله خدمة رب الاعلى بالحب وتفاني طالما اننا هنا على الارض يجب علينا اننا نتعلم كيف نحب ونخدم كريشنا ارب الاعلى اذا تعلمنا هذا يمكننا الدخول الى تلك الكواكب الروحية ان موقع الشخص غير شخصي في العالم الروحي غير دائم لانه من الوحدة سيحاول ابتساب بعض الارتباط لانه لا يرتبط شخصيا برب الاسمى عليه ان يعود مرة اخرى الى العالم ويرتبط بالكائنات الحياة المشروطة هناك لذلك من المهم جدا ان نعرف طبيعة موقفنا دستوري نريد الخلد والمعرفة الكاملة والذات ايضا عندما نترك وحدنا لفترة طويلة في براهما جيوت غير شخصية لا يمكننا الحصول على المتعة وبالتالي نقبل المتعة التي يمنحها العالم المادي لكن في وعي كريشنا يتم لاستمتاع بالمتعة الحقيقية من المقبول عموما في العالم المادي ان اعلى متعة هي الجنس هذا انعكاس منحرف للمتعة الجنسيات في العالم الروحي متعة لارتباط بكريشنا لكن لا يجب ان نعتقد ان المتعة هناك هي مثل المتعة الجنسيات في العالم المادي لا الامر مختلف ولكن ما لم تكن الحياة الجنسية موجودة في العالم الروحي فلا يمكن ان تنعكس هنا هنا هو مجردا عكاس منحرف لكن الحياة الفعلية موجودة هناك في كريشنا المليء بكل المتعة لذلك افضل عملية هي تدريب انفسنا الان حتى نتمكن في وقت الموت من نقل انفسنا الى الكون الروحي الى كريشنا الواكة وهناك نتواصل مع كريشنا في براموسحة الخامسة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا تم وصف سريين كريشنا ومسكنه على النحو التالي انا اعبد جوفيندان ارابي البدائي السلف الاول الذي يرعى الابقار ويحقق كل رغبات في مساكن مبنية بالاحجار الكريمة الروحية محطة بملايين الاشجار التي تحقق رغبات ويخدمها دائما مئات وآلاف من المودة والاحترام الكبيرين من اللاكميس او الجاوبيس هذا وصف الكريسمي لوقي المنازل مصنوعة مما يسمى المحك اي شيء يلمسه المحك يتحول على الفور الى ذهب والاشجار هي اشجار تحقيق الامنيات او اشجار الرخضة اذ يستطيع الانسان ان ينال منها ما يشاء في هذا العالم نحصل على المانجو من اشجار المانجو وتفاح من اشجار التفاح ولكن هناك من اي شجرة يمكن للمرو ان يحصل على ما يرغب فيه وبالمثل تسمى الابقار سيرابي وهي تنتج كمية لنهاية لها من الحليب هذه اوصف للكواكب الروحية الموجودة في الكتب المقدسة الفدية في هذا العالم المادي اصبحنا متأقلمين مع الولادة والموت وجميع انواع المعاناة لقد اكتشف علماء المادة تسهيلات كثيرة لمتعات الحواس وتدميرها لكنهم لم يكتشفوا اي حل لمشاكل الشيخ خط والمرض والموت لا يمكنهم صنع اي الات يمكنها تحقق من الموت او الشيخ خط او المرض يمكننا تصنيع شيء من شأنه تسريع الموت ولكن لا شيء من شأنه ان يوقف الموت لكن اولئك الاذكياء لا يهتمون بالمؤاسي الاربعة للحياة المادية بل لا بالارتقاء الى الكواكب الروحية الشخص الذي يكون في حالة نشوة مستمرة نتيه يكتسى لي الظين لا يصرف انتباهه الى اي شيء اخر هو دائما في حالة نشوة عقله ممتلئ دائما بفكر كوريشنا دون انحراف من نيست ستتم ساتتام يشير الى اي مكان وفي اي وقت في الهند عشت في فرندافانا والان انا في امريكا لكن هذا لا يعني انني خارج فرندافانا لانني اذا كنت افكر في كوريشنا دائما فانا دائما في فرندافانا بغض النظر عن التسمية المادية وعين كوريشنا يعني ان المرء يعيش دائما مع كوريشنا على ذلك الكوكب الروحي جولو كافاندفانا وان هذا الشخص ينتظر ببساطة التخلي عن هذا الجسد المادي ساماراتينو يتياس تعني التذكر المستمر وبالنسبة للشخص الذي يتذكر كوريشنا بالاستمرار يصبح الرابط سياها مسول اباه يمكن شرائه بسهولة يقول كوريشنا نفسه انه يمكن شرائه بسهولة من خلال عملية البهاكتي وغاهذه اذا لماذا يجب ان ننتقل الى اي عملية اخرى يمكننا ان نردد هاري كوريشنا هاري كوريشنا 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 هاري 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 الراما هاري الراما راما الراما هاري هيري 24 ساعة يوميا لا توجد قواعد ولواء يمكن للامر ان يهتف في شارع او في متر الانفاق او في منزله او مكتبه لا توجد ضريبة ولا نفقات فلماذا لا تأخذ عليه الفصل ثلاثة التحرر من الكواكب المادية الجنانيون واليغيون بشكل عام غير شخصيين وعلى رغم من انهم يصلون الى الشكل المؤقت للتحرر من خلال الاندماج في التألق غير شخصي فان السماء الروحية وفقا لشري مند بهاجا فاتام لا تعتبر معرفتهم نقية من خلال الكفارة والتقشف وتؤملات يمكنهم ان يرتفعوا الى منصة المطلق الاسمى ولكن كما تم شرحه فانهم يسقطون مرة اخرى الى العالم المادي لانهم لم يأخذوا سيمة كريشنا الشخصيات على محمل الجدد ما لم يعبد المرء قدمي كريشنا اللوتسية عليه مرة اخرى ان ينزل الى المنصة المادية يجب ان يكون الموقف المثالي هو انا خضمك الابده من فضلك دعني اشارك بطريقة او باخرى في خدمتك يطلق على كريشنا اسم اجيته الذي لا يقهر لانه لا يمكن لاحد ان يقهر الله ولكن وفقا لشريمات باجا فاتام فان الشخص الذي لديه هذا الموقف ينتصر بسهولة على الاسمى يوصي شريماند بهاجا فاتام ايضا بالتخلي عن هذه العملية غير المجدية لقياس الاسمى لا يمكننا حتى قياس حدود الفضاء وماذا نتحدث عن الاسمى ليس من الممكن قياس طول وعرض كريشنا بمعرفة الشخص الضائيل والشخص الذي يصل الى هذا الاستنتاج يعتبر ذكي وفقا للادب الفيدي يجب على المرء ان يفهم بخنوع انه جزء ضائل للغاية من الكون بالتخلي عن السعي لفهم الاسمى من خلال المعرفة المحدودة او التؤمولات العقلية يجب ان نصبح خاضعين ونسمع عن الاسمى من خلال مصادر موثوقة مثل البهاغاء فادغيتا او من خلال شفاها الروح المحققة في البهاغاء فادغيتا يسمع اراجون عن له من شفاها شريك ريشنا نفسه بهذه الطريقة وضع اراجون المعيار لفهم الاسمى من خلال الاستماع الخاضع ان موقفنا هو ان نسمع البهاغاء فادغيتا من شفاها اراجون او منثله الحقيقي المعلم الروحي وبعد الاستماع من الضروري ممارسة هذه المعرفة المكتسبة في الحياة اليومية يصل المريد قائلا يا رب العزيز انت لا تقهر ولكن بهذه العملية ومن خلال الاستماع تهزم ان له لا يقهر ولكن يخضعه المعبد الذي يتخل عن التخمينات العقلية ويستمع الى المصادر الموثوقة وفقا لبراه ماسا مهيتا هناك طريقتان لاكتساب المعرفة عملية الصعود وعملية الهبوط ومن خلال عملية الصعود يرتقي الانسان بالمعرفة التي ايكتسبها بنفسه بهذه الطريقة يفكر المرء انا لا تم باي سلطات او كتب ساحقق المعرفة بنفسي عن طريق التأمل والفلسفة وما الى ذلك وبهذه الطريقة سأفهم الله اما العملية الاخرى وهي العملية التنازلية فتتضمن تلقي المعرفة من السلطات العليا ينص برامي سحت على انه اذا قام المرء بعملية الصعود وسافر بسرعة العقل والرياح لملايين السنين فسوف ينتهي به الامر الى عدم المعرفة بالنسبة له سيبقى الموضوع بعيد المنال وغير قابل للتصور لكن هذا الموضوع مذكور في البهاغا افاد غيتا انانيا سيتا يقول كريشنا اننا نتأمل فيه دون الانحراف عن طريق الخدمة التعبدية في الخضوع لمن عبده بهذه الطريقة تسيهم سلافه اصبح متاحا بسهولة هذه هي العملية اذا كان احد يعمل لدى كريشنا 24 ساعة يوميا فلا يمكن لكريشنا ان ينساه ومن خلال الخضوع يستطيع ان يجذب انتباه الله كما اعتدى جرومه رجاب هكتي سيدهانة فانسى ارى اسفاتي ان يقول لا تحاول الرؤية الله هل يأتي الله ويقف امامنا كخاضم لمجرد اننا نريد رؤيته هذه ليست الطريقة الخاضعة علينا ان نلزمه بمحبتنا وخدمتنا ان العملية الصحيحة للاقترب من كريشنا قد اعطيت للبشريات من قبل اللورد كايتانا يامها برابه وقد قدرها روباغا ويسفاميو تلميذه الاول كان روباغا وزيرا في الحكومة المحمدية لكنه ترك الحكومة ليصبح من تلاميذ كايتانا يامها برابه عندما ذهب لرؤية رب الاول مرة اقترب منه روباغا ويسفاميو بالاية التالية اقدم احترامي للرب الاعلى شري كريشنا كايتانا الذي هو اكثر سماحة من اي افتر اخر حتى كريشنا نفسه لانه يمنح بحريات ما لم يمنحه اي شخص اخر على الاطلاق الحب الخالص لكريشنا واطلق روباغا ويسفامي على كايتانا يامها براب هو لقب الشخصيات الاكثر صخى والاكثر احسانا لانه كان يقضم اغلى شيء على الاطلاق بسعر رخيص جدا محبة الله نحن جميعا نريد كريشنا وكلنا نشتاق اليه كريشنا هو الاكثر جاذبية والاجمل والاكثر ترفا والاقوى والاكثر تعلمة هذا هو موضوع شوقنا نحن نتوق الى الجميلين الاقوياء المتعلمين الافرياء كريشنا هو خزان كل هذا لذلك نحتاج فقط الى تحويل انتباهنا نحوه وسوف نحصل على كل شيء كل شيء كل ما نريد مهما كانت رخبة قلوبنا فسوف تتحقق من خلال عملية وعي كريشنا هذه بالنسبة للشخص الذي يموت في وعي كريشنا كما ذكرنا سابقا فان الدخول الى كريشنا الواكة او المسكن الاعلى حيث يقيم كريشنا مضمون عند هذه النقطة يمكن للمرؤ ان يتساءل ما هي ميزة الذهاب الى هذا الكوكب ويجيب كريشنا نفسه بعد الوصول اليه فان النفوس العظيمة التي تمارس اليغى في الاخلاص لن تعود ابدا الى هذا العالم المؤقت المليء بالبأس لانها وصلت الى اعلى درجات الكمال جيت الثامنة وخمس عشرة دقيقة صباحا هذا العالم المادي مصدق عليه من قبل شريك ريشنا الخالق على انه دكحليم المليء بالبأس فكيف يمكننا ان نجعلها مريحة هل من الممكن جعل هذا العالم مريحا من خلال ما يسمى بالتقدم العلمي لا هذا غير ممكن ونتيجة لذلك فاننا لنرغب حتى في معرفة ما هي هذه المآسي ان المآسي كما ذكرنا من قبل هي الولادة والشيخخة والمرض والموت ولاننا لنستطيع ايجاد حل لها نحاول ان نضعها جانبا ليس لدى العلم القدرة على حل هذه المآسي التي تسبب لنا المتاعب دائما وبدلا من ذلك فانها تحول انتباهنا الى صنع السفن الفضائية او القنابل الضرية الحل لهذه المشاكل الموجود هنا في البهاغا افاد غيتا اذا وصل المرء الى منصة كريشنا فلن يكون عليه العودة مرة اخرى الى ارض الميلادي والمتهذه يجب ان نحاول ان نفهم ان هذا المكان مليء بالمآسي يتطلب الامر قدرا معينا من الوعي المتطور لفهم ذلك القطط والكلب والخنازير لا تستطيع ان تفهم انهم يعانون يطلق على الانسان اسم حيوان عقل لكن عقلانيته تستخدم لتعزيز ميوله الحيوانية بدلا من معرفة كيفية التحرور من هذه الحالات البائسة هنا يذكر كريشنا بوضوح ان الشخص الذي يأتي اليه لن يولد من جديد ليعاني البؤسة مرة اخرى لقد بلغت تلك النفوس العظيمة التي اتت اليه اعلى درجات الكمال في الحياة مما يريح الكيان الحي من معاناة الوجود المشروط احد الاختلافات بين كريشنا والكائن العادي هو ان الكيان العادي يمكن ان يكون في مكان واحد فقط في كل مرة لكن كريشنا يمكن ان يكون في كل مكان في الكون وايضا في مسكنه الخاصة في نفس الوقت يطلق على مسكن كريشنا في المملكة المتعالية اسم جلوكفندفاني النفندفاني في الهند هو نفس فندفاني الذي نزل على هذه الارض عندما ينزل كريشنا نفسه بقوته الداخلية فان داره او مسكنه ينزل ايضا بمعنى اخر عندما ينزل كريشنا على هذه الارض فانه يظهر نفسه في تلك الارض المحددة على الرغم من هذا يبقى مسكن كريشنا الى الابد في المجال التجاوزي في الفايكونتي هاس يعلن كريشنا في هذه الاية ان الشخص الذي يأتي الى مسكنه في الفايكونتي لن يضطر ابدا الى الولادة مرة اخرى في العالم المادي مثل هذا الشخص يسمى المهاتمن تسمع كلمة المهاتمن عموما في الغرب فيما يتعلق بالمهاتمن خاندي لكن يجب ان نفهم ان المهاتمن ليس لقبال السياسي بل لا يشير المهاتمن الى رجل كريشنا الواعي من الدرجة الاولى والمؤهل للدخول الى دار كريشنا كما للمهات ما هو هذا الاستفادة من شكل الحياة البشريات وموارد الطبيعة لاتخلص نفسه من دورة الولادة والموت والعقل يعلم انه لا يريد شقاء بل لا ينزل عليه بالقوة كما ذكرنا سابقا نحن دائما في حالة بائسة بسبب هذا العقل او الجسد او الاضطرابات الطبيعيات او الكائنات الحياة الاخرى هناك دائما نوع من البؤس الذي يلحق بنا هذا العالم المادي مخصص للبؤس ما لم يكن البؤس موجودا لا يمكننا ان نصل الى وعي كريشنا البؤس هو في الواقع حافز ويساعد على رفعنا الى وعي كريشنا يتساءل الرجل ذكي عن سبب تعارضه لهذه المآسيب القوة ومع ذلك فان موقف الحضارة الحديثة هو دعوني اعاني اسمحوا لي ان اخطي الامر ببعض تسمم هذا كل شيء ولكن بمجرد انتهاء التسمم تعود المآسي ليس من الممكن ايجاد حل لماسي الحياة عن طريق التسمم الاصطناعي الحل يتم عن طريق وعي كريشنا يمكن للامر ان يشير الى انه على الرغم من ان اتباع كريشنا يحاولون الدخول كوكب كريشنا الا ان الجميع مهتمون بالذهاب الى القمر اليس الذهاب الى القمر ايضا هو الكمال الميل للسفار الى الكواكب الاخرى موجود دائما في الكيان الحي احد اسماء الكائنات الحيات هو سارة فاجتة والذي يعني الشخص الذي يريد السفر الى كل مكان السفر جزء من طبيعة الكيان الحي ان الرغبة في الذهاب الى القمر ليست بالامر الجديد يهتم اليغيون ايضا بدخول الكواكب العليا لكن في البهاغا افاد غيتا الثامنة وست عشرة دقيقة صباحا يشير كريشنا الى ان هذا لن يكون مفيدا من اعلى كوكب في العالم المادي الى ادنى كوكب كلها اماكن للوبوس حيث التحدث الولادة والموت المتكرر لكن من يصل الى مسكني يا ابن كونتي لن يرد مرة اخرى ابدا ينقسم الكون الى انظمة كوكبية عليا ومتوسطة ودنية تعتبر الارض عضوا في النظام الكوكبي الاوسط ويشير كريشنا الى انه حتى لو دخل المرء الى اعلى كوكب على الاطلاق والذي يسمى براهم اولوكا فلا يزال هناك تكرار للولادة والموت الكواكب الاخرى في الكون مليئة بالكائنات الحية ولا ينبغي لنا ان نعتقد اننا هنا وان جميع الكواكب الاخرى خالية ومن التجربة نرى انه لا يوجد مكان على وجه الارض خالية من الكائنات الحية فاذا حفرنا في اعماق الارض نجد ديدانا واذا تعمقنا في الماء نجد الاحياء المائية اذا ذهبنا الى السماء نجد الكثير من الطيور كيف يمكن استنتاج ان الكواكب الاخرى لا تحتوي على كائنات حية لكن كوريشنا يشير الى انه حتى لو دخلنا الى تلك الكواكب التي تعيش فيها انصاف الالهة العظماء فاننا سنظل عرضة للموت مرة اخرى يكرر كوريشنا انه عند الوصول الى كوكبه لا يحتاج المرء الى الولادة مرة اخرى يجب ان نكون جادين للغاية في تحقيق حياتنا الابدية المليئة بنعيم والمعرفة لقد نسينا ان هذا هو في الواقع هدفنا في الحياة ومصلحتنا الذاتية الحقيقية لماذا نسينا؟ لقد وقعنا ببساطة في فضخ البريق المادي وناطحات السحاب والمصانع الكبيرة واللعب السياسي على الرغم من اننا نعلم انه مهما بنينا ناطحات السحاب فلن نتمكن من العيش هنا الى اجل غير مسمى لا ينبغي لنا ان نفسد طاقتنا في بناء الصناعات والمدن القوية لنوقع انفسنا اكثر في شارك الطبيعة المادية بل لا يجب استخدام الطاقتنا للتنمية وعي كريشنا من اجل الوصول الى جسد الروحاني يمكننا من خلاله الدخول الى كوكب كريشنا ان وعي كريشنا ليس صيغة دينية او نوع من الطرفه الروحي انه الجزء الاكثر اهمية في الكيان الحي الفصل 4 السماء خارج الكون اذا كانت الكواكب العليا في هذا الكون معارضة للأولاد والموت فلماذا يسعى اليغيون العظمى الى الارتقاء اليها على الرغم من انهم قد يتمتعون بالعديد من القوى الغامضة الا ان هؤلاء اليغيين لا يزال لديهم ميل الى رخبة في الاتستمتاع بمرافق الحياة المادية على الكواكب العليا من الممكن ان نعيش حياة طويلة بشكل لا يصدق تتم الاشارة الى حساب الوقت على هذه الكواكب بواسطة سريين كريشنا ساهسرا يوجا باريان تام هارياد براهما نفيدوه راتر ميلوجا ساهسرا تام تايهي راترا فيديو جاناه بحسب الحسابات البشرية فان الف عصر مجتمعة هي مدة يوم براهما الواحد وهكذا ايضا مدة ليلته جيت الثامنة وسبعة عشرة دقيقة صباحا يوجا واحدة تغطي اربع مليون وثلاثمائة الف سنة هذا رقم مضرب في الف يحسب ليكون اثنتي عشرة ساعة من براهما على كوكب براهما الوكان وبالمثل هناك اثنتي عشرة ساعة اخرى تغطي الليل ثلاثون يوما من هذا القبيل تساوي شهرا وثني عشر شهرا في السنة ويعيش براهما لمدة ماء عام الحياة على مثل هذا الكوكب طويلة بالفعل ولكن حتى بعد ترياليونات السنين يتعين على سكان براهما ولوكا مواجهة الموت وما لم نذهب الى الكواكب الروحية فلا مفر من الموت عندما يظهر يوما براهما يأتي هذا العدد الكبير من الكائنات الحياة الى الوجود وعند وصول ليل براهما يتم ابدتهم جميعا جيت الثامنة وثمانية عشرة دقيقة صباحا في نهاية يوما براهما تغطى جميع انظمة الكواكب الصفلية بالمياه وتباد الكائنات الموجودة عليها بعد هذا الخراب وبعد مرور ليلة براهما في الصباح عندما يستيقظ براهما هناك الخليقة مرة اخرى وتظهر كل هذه الكائنات وهكذا فان الخضوع للخلق والدمار هو طبيعة العالم المادي تجرم سويفين بفتف بريل بيتراتري اغام فاش بارثا برابها فاتي اهار اغام مرارا وتكرارا يأتي اليوم وينشط هذا الحشد من الكائنات ومرة اخرى يحل الليل يبارثا وهما يذوبون بلا حول ولا قوة جيت الثامنة وتسعة عشرة دقيقة صباحا على الرغم من ان الكائنات الحياة لا تحب الخراب الا ان ذلك الخراب سيأتي ويغمر الكواكب حتى تظل جميع الكائنات الحياة على الكواكب منمجة في الماء طوال ليلة براهما ولكن مع حلول النهار يختفي الماء تدريجيا لكن هناك طبيعة اخرى ابدية ومتسامية على هذا الامر ظاهر وغير ظاهر فهو الاعلى ولا يزول ابدا عندما يتم ابادة كل شيء في هذا العالم يبقى هذا الجزء كما هو جيت الثامنة وعشرين دقيقة صباحا لا يمكننا حساب مدى الكون المادي لكن لدينا معلومات تنفيذية تفيد بوجود ملايين الاكوان ضمن الخليقة باكملها ووراء هذه الاكوان المادية هناك سماء اخرى وهي سماء الروحية هناك جميع الكواكب ابديا وحياة جميع الكائنات عليها ابديا في هذه الاية كلمة بها فتعن طبيعة وهنا يشار الى طبيعة اخرى في هذا العالم لدينا ايضا تجربة ذات الطبيعة الكائن الحي هو روح وطالما انه في المادة فان المادة تتحرك وبمجرد ان يخرج الكائن الحي الشرارة الروحية من الجسد يكون الجسد غير متحرك والطبيعة الروحية تسمى طبيعة كريشن العليا والمادة تسمى طبيعة ادنى ووراء هذه الطبيعة المادية هناك طبيعة اسماء وهي روحلية تماما ولا يمكن فهم ذلك بالمعرفة التجريبية يمكننا ان نرى ملايين وملايين النجوم من خلال التلسكوب لكننا لا نستطيع الاقتراب منها علينا ان نفهم وعجزنا اذا لم نتمكن من فهم الكون المادي بالمعرفة التجريبية فما هي امكانية فهم الله وملكي وته ليس من الممكن تجريبيا علينا ان نفهم من خلال سماع البهاغاء فادغيتا لا يمكننا ان نفهم من هو ودنا بالمعرفة التجريبية علينا ان نسمع كلمة ودتنا ونصدقها اذا لم نصدقها فلا توجد طريقة لمعرفة ذلك وبالمثل اذا تزمنا بطريقة كريشن الوعية فسيتم الكشف عن جميع المعلومات حول كريشن ومملكته تعني كلمة برستوب فالطبيعة المتفوقة وتشير كلمة فيكت الى ما نراه يتجلى يمكننا ان نرى ان الكون المادي يتجلى من خلال الارض والشمس والنجوم والكواكب ووراء هذا الكون توجد طبيعة اخرى طبيعة ابدية افياكتات سانا اثانا هذه الطبيعة المادية لها بداية ونهاية لكن تلك الطبيعة الروحية هي سانا اثانا ابدية ليس لها بداية ولا نهاية كيف يكون هذا ممكنا قد تمر سحابة في السماء وقد تبدو كأنها تغطي مسافة كبيرة ولكنها في الحقيقة مجرد بقعة صغيرة تغطي جزءا لا يذكر من السماء كلها نظرا لاننا صغيرون جدا فاذا كانت السحابة تغطي بضع مئات من الاميال فقط يبدو ان السماء باكملها مغطى وبالمثل فان هذا الكون المادي باكمله يشبه سحابة صغيرة غير ذات اهمية في السماء الروحية الواسعة انها مغطاة بما هتتفى المادة وكما ان السحابة لها بداية ونهاية فان هذه الطبيعة المادية ايضا لها بداية ونهاية عندما تختفي الغيوم وتصفوي السماء نرى كل شيء كما هو وبالمثل فان الجسد يشبه السحابة التي تمر فوق النفس الروحية ويبقى لبعض الوقت وينتج بعض المنتجات الثانوية ثم يتضاءل ثم يختفي ان اي نوع من الذواهر المادية التي نلاحظها يخضع لهذه التحولات الستة في طبيعة المادية فهي تنشأ وتنمو وتبقى لفترة وتنتج بعض المنتجات الثانوية وتتضاءل ثم تختفي ويشير كوريشنا الى انه وراء هذه الطبيعة المتغيرة الشبيهة بالغيوم هناك طبيعة روحية وهي ابدية بالاضافة الى ذلك عندما يتم ابادة هذه الطبيعة المادية فان تلك الطبيعة المادية ستبقى يوجد في الادبية الفدية قدر كبير من المعلومات حول السماء المادية وروحية في النشيد الثاني من شريمند بهاجا فاتام يوجد اوصاف للاسماء الروحية وسكانها بل ان هناك معلومات تشير الى وجود الطائرات الروحية في السماء الروحية وان الكينات المحررة هناك تتجول على هذه الطائرات مثل البرق كل ما نجده هنا يمكن ان نجدها هناك في الواقع هنا في السماء المادية كل شيء هو تقليد او ظل لما هو موجود في السماء الروحية كما هو الحال في الصينما نرى ببساطة عرضا او نسخة طبق الاصل من الشيء الحقيقي يقال في شريمند بهاجا فاتام ان هذا العالم المادي ليس سوى مزيج من المادة على غرار الواقع تماما كما هو الحال مع عارض ازياء فتاة في نافذة متجر على غرار فتاة كل رجل عقل يعلم ان الماني كان تقليد يقول شريد هاران سفامي انه نظرا لان العالم الروحي حقيقي فان هذا العالم المادي الذي هو تقليد يبدو حقيقيا يجب ان نفهم معنى الواقع الواقع يعني الوجود الذي لا يمكن التغلب عليه الواقع يعني الخلود لقد تواصل العرافون الى ان المعدوم لا بقى الى والموجود لا زوال له وقد خلص هذا العرافون الى دراسة طبيعة كليهما جيت الثانية وست عشرة دقيقة صباحا المتعة الحقيقية هي كريشنا في حين ان المتعة المادية المؤقتة ليست فعالية ولك الذين يستطيعون رؤية الاشياء كما هي لا يشاركون في متعة نظلي الهدف الحقيقي للحياة البشرياته والوصول الى السماء الروحية ولكن كما يشير شريماند بهاجا فاتام فان معظم الناس لا يعرفون ذلك ان الحياة الانسانية تهدف الى فهم الواقع وللانتقال اليه كل الادب الفيدوي امرنا بعدم البقاء في هذا الظلام ان طبيعة هذا العالم المادي هي ظلمة لكن العلم الروحي مملؤ بنور ومع ذلك لا ينيره نار او كهرباء يشير كريشنا الى هذا في الفصل الخامس عشر من البهاغاغا فادغيتا خمسة عشر نقطة ستة نتدبسيتس رايونو اكون فقية جاتفنوني فيرتن تدببري من مام ان داريهذه لا تضيئها الشمس ولا القمر ولا الكهرباء ومن يصل اليها لا يعود ابدا الى هذا العلم المادي ويسمى العلم الروحي غير ظاهر لانه لا يمكن ادراكه بالحواس المادية هذا المسكن الاسمى يسمى غير ظاهر ومعصوم وهو المقصد الاسمى عندما يذهب المرء الى هناك فانه لا يعود ابدا هذا هو مسكن الاعلى جيت الثامنة واحدة وعشرين دقيقة صباحا وتدل هذه الاية على رحلة عظيمة علينا ان نكون قادرين على اختراق الفضاء الخارجي واجتياز الكون المادي واختراق غطائه ودخول السماء الروحية بار امام جاتيم تلك رحلة هي الاسمى ليس هناك شك في الذهاب بضعة الاف من الاميال بعيدا عن هذا الكوكب ثم العودة هذا النوع من الرحلة ليس بطولية جدا علينا ان نخترق الكون المادي باكمله وهذا لا يمكننا ان نفعله بسفان الفضائية بل بوعي كريشنا الشخص المنغمس في وعي كريشنا والذي يفكر في كريشنا وقت الموت ينتقل الى هناك على الفور اذا اردنا على الاطلاق الذهاب الى تلك السماء الروحية وتنمية الحياة الابدية السعيدة المليئة بالمعرفة فيجب علينا ان نبدأ الانا في تنمية جسد ساكسيدنند يقال ان كريشنا لديه جسد كيسي سي دي اناندا يسفراه بارامه كريشناه ساكسي دي اناندا فيجرأه ولدينا ايضا جسد مشابه من الخلود والمعرفة ومعيم لكنه صغير جدا ومخطاب لانتثوب المادة اذا تمكن بطريقة او باخرى من التخلي عن هذا اللباس الزائف في مكنة الوصول الى تلك المملكة الروحية اذا تمكن من تحقيق ذلك العلم الروحي فلن تكون العودة ضروريات يبربينوني فيرتنت لذا يجب على الجميع ان يحاول الذهاب الى دار مبرام دار كريشنا العليا يأتي كريشنا بنفسه ليديونا ويعطيان المطبوعة كدليل ارشادي ويرسل ممثله الحقيقيين وعلينا ان نستفيد من هذه التزهيلات الممنوحة للحياة البشرية بالنسبة لمن يصل الى هذا المسكان الاسمى لم تعد هناك حاجة للا تكفر عن ذنب والتقشف وتؤملات اليوجية وما الى ذلك وبالنسبة لمن لا يصل اليه فان جميع الكفارات والتقشف هي مضيعة للوقت عديمة الفائدة ان الشكل الانساني للحياة هو فرصة للحصول على هذه النعمة ومن واجب للدولة والاباء والمعلمين والاوصياء ان يرتقي بمن اكتسب هذا الشكل الانساني من الحياة الى كمال الحياة هذا مجرد الاكل والنوم والتزوج وشجار مثل القطط والكلاب ليس حضارة يجب علينا ان نستقدم هذا الشكل البشري للحياة بشكل صحيح ونستفيد من هذه المعرفة لاعداد انفسنا في وعي كريشنا بحيث نستغرق 24 ساعة من اليوم في كريشنا وعند الموت ننتقل فورا الى تلك السماء الروحية ان الشخصيات الالهية الاسماء التي هي اعظم من كل شيء يمكن بلوغها بالتكريس الخالص ومع انه موجود في مسكنه الا انه موجود في كل شيء وكل شيء يقع فيه جيت الثامنة واثنين وعشرين دقيقة صباحا اذا كنا مهتمين على الاطلاق بالوصول الى تلك المنزلة العليا فان العملية كما هو موضح هنا هي البهاكتي بهاكتي تعني الخدمة التعبدية والخضوع للرب الاعلى جذر كلمة بهاكتي هو بهاج وهو ما يعني الخدمة تعريف البهاكتي الوارد في الرد بكورتري هو التحرر من التعيين اذا عقد الانسان العزم على الخروج من كل التسميات المرتبطة بالنفس الروحية النقية والتي تنشأ بسبب الجسد وتتغير دائما عندما يتغير الجسد فيمكنه الوصول الى البهاكتي بهاكتي يتدرك ان المرء روح نقيات ولا يهم على الاطلاق هويتنا الحقيقية ليست هذا الجسد الذي هو مجرد غطاء الروح ولكن هويتنا الحقيقية هي دسة خادم كوريشنا عندما يقع المرء في هويته الحقيقية ويقدم الخدمة لكوريشنا فهو بهاكيتا عندما تتحرر حواسنا من التسميات المادية فسوف نستخدمها في خدمة سيد الحواس وكما تشير روباغ ويسفاميو علينا ان نخدم كوريشنا بشكل ايجابي بشكل عام نريد ان نخدم له لتحقيق غرض او مكاسب مادية وبالطبع فان الذي يذهب الى له من اجل ربح المادي افضل من الذي لا يذهب ابدا ولكن يجب ان نتحرر من الرخبة في المنفعة المادية يجب ان يكون هدفنا هو فهم كوريشنا بالطبع كوريشنا غير محدود وليس من الممكن ان نفهمه لكن علينا ان نقبل ما يمكننا فهمه تم تقديم البهاغة فادغيتا خصيصا لفهمنا من خلال تلقي المعرفة بهذه الطريقة يجب ان نعرف ان كوريشنا مسرور ويجب علينا ان نخدمه بشكل ايجابي وفقا لرضاه ان وعي كوريشنا هو علم عظيم ذو ادابة هائلة وعلينا ان نستقدمها لبلوغ البهكتي بورو وشهسا بوراه في السماء الروحية اربى الاسماء حاضر باعتباره شخص الاسماء هناك عدد لا يحصى من الكواكب المضيئة ذاتيا وفي كل واحد منها يوجد امتداد لكوريشنا وهي ذاتي اربعة اذرع ولها اسماء لا حصروا لها انهم جميعا اشخاص وليسو غير شخصيين يمكن الوصول الى هؤلاء البوروثة او الاشخاص عن طريق البهكتي وليس عن طريق التحدي او التؤمولات الفلسفية او التلفيقات العقلية ولا عن طريق التمارن البدنية ولكن عن طريق التفاني دون انحرافات المشاط المثمر ما هو شكل بوروثة الشخص الاسماء يسينتس ثاني بيوتنيين صرف ميد تتم كل كائن حي وكل شيء في داخله ومع ذلك فهو خارج منتشر في كل شيء كيف هذا؟ فهو كالشمس تقع في مكان واحد ولكنها حاضرة في كل مكان بأشعتها على الرغم من ان له يقع في الدم بارام الا ان طاقاته موزعة في كل مكان كما انه لا يختلف عن قواه بقدر ما لا يختلف ضوء الشمس والشمس وبما ان كريشنا وطاقاته غير مختلفة يمكننا ان نرى كريشنا في كل مكان اذا تقدمنا في الخدمة التعبدية بريمان جانا تشوري تبهكتي في ليكاننا سانتهي سادفاه ريدي سوفي لو كانيتي انا اعبد شخصيات الربوبية الاصلية جوفيندان الذي يلاحظه دائما المصلون النقيون الذين تلطخت عيونهم بمرهم محبة الربوبية في قلوبهم بس الخامسة وثماني وثلاثين دقيقة صباحا وليك الممتلئون بمحبة الله يرون له امامهم بالاستمرار ليس الامر اننا رأينا له الليلة الماضية ولم يعد موجودا لا بالنسبة للشخص الذي لديه وعين كريشنا فان كريشنا حاضر دائما ويمكن ادراكه بالاستمرار علينا ببساطة ان نطور اعيننا لكي نراه بسبب عبودتنا المادية وتغطية الحواس المادية لا نستطيع ان نفهم ما هو الروحي ولكن يمكن ازالة هذا الجهل من خلال عملية ترديد هاري كريشنا كيف هذا؟ قد يستيقظ الرجل النائم عن طريق اهتزاز الصوت على الرغم من ان الانسان قد يكون فاق ذا للوعي في جميع المقاصد والاغراض فهو لا يستطيع ان يرى او يشعر او يشم وما الى ذلك الا ان حاسة السمع بارزة جدا لدرجة ان الرجل النائم قد يستيقظ بمجرد اهتزاز الصوت وبالمثل فان روحي روحية على الرغم من انها تغلبت الان على نوم الاتصال المادي يمكن احياؤها من خلال هذا الاهتزاز الصوتي المتعالي الى هير كريشنا هاري كريشنا 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 هير هير هاري الرامة هاري الرامة رامة 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 رام هناك مجال للصلاة من أجل الخبز اليومي لأن الخبز موجود دائما هي الكريش ناما هو إلى خطاب إلى الرب الأعظم نطلب منه أن يقبلنا صلى اللورب كيتانا يا ماهب راب هو بنفسه يا ابن المهرجان ناندا أنا خادمك الأبدوي وعلى رخم من أنني كذلك إلا أنني بطريقة أو بأخرى سقطت في محيط الولادة والموت لذا من فضلك أنتشلني من محيط الموت هذا وثبتني كواحدة منذارات عند قدمك لو تس شيكا سأتأك خمسة الأمل الوحيد للرجل سقط في وسط المحيط هو أن يأتي شخص ما ويلتقطه إذا جاء شخص ما وسحبه بضعة أقدام فقط من الماء فإنه يشعر بالارتياح على الفور وبالمثل إذا أنتشلنا بطريقة ما من محيط الولادة والموت من خلال عملية وعي كريشنا فإننا سنشعر بالارتياح على الفور على الرغم من أننا لنستطيع أن ندرك الطبيعة المتعالية للرب الأسمى وأسمه وشهرته وأنشطته إذا ثبتنا أنفسنا في وعي كريشنا فإن الله سيكشف عن نفسه أمامنا تدريجيا لا يمكننا أن نرى له بمساعين الخاصة ولكن إذا قمنا بتأهيل أنفسنا فسيعلن له عن نفسه وبعد ذلك سوف نرى لا يمكن لأحد أن يأمر له أن يأتي أمامه ويرقص لكن علينا أن نعمل بطريقة تجعل كريشنا سعيدا بالكشف عن نفسه لنا يقدم لنا كريشنا معلومات عن نفسه في البهاغاء فادغيتا ولا مجال للشك في ذلك علينا فقط أن نشعر به ونفهمه ليس هناك مؤهر ولي ضروري لفهم البهاغاء فادغيتا لأنه يتم التحدث بها من خلال منصة مطلقة إن العملية البسيطة لترديد أسماء كريشنا ستكشف من هو الشخص وما هو الله وما هي العوالم المادية وروحية ولماذا نحن مشروطون وكيف يمكننا الخروج من هذا التكييف وكل شيء آخر خطوة بأخطوة في الواقع عملية الإيمان والواحي ليست غريبة علينا كل يوم نثق بشيء نثق أنه سيتم الكشف عنه لاحقا يمكننا شراء تذكرة للذهاب إلى الهند وعلى أساس التذكرة لدينا ثقة بأنه سيتم نقلنا إلى هناك لماذا يجب أن ندفع المال مقابل التذكرة؟ نحن لا نعطي المال لأي شخص فقط الشركة مراخصة وشركة الطيران مراخصة في أخلق الإيمان بدون الإيمان لا يمكننا أن ننخط خطوات واحدة إلى الإمام في المساري الطبيعي إلى حياتنا يجب أن يكون لدينا الإيمان، ولكن يجب أن يكون الإيمان بما هو مسموح به لا يعني ذلك أن لدينا إيمانا أعمى، بل أننا نقبل شيئا معترفا به إن البهاغاء فادغيتا معترف بها وانقبول ككاب مقدس من قبل جميع فئات الرجال في الهند وبقدر ما يتعلق الأمر خارج الهند فإن العديد من العلماء والله تيين والفلاسفة يقبلون البهاغاء فادغيتا كعمل عظيم وموثوق ليس هناك شك في أن البهاغاء فادغيتا هي سلطة حتى البروفيسور البورتو أينشتاين مثل هذا العالم كان يقرأ البهاغاء فادغيتا بالانتظام علينا أن نقبل من البهاغاء فادغيتا أن هناك عالم روحي هو ملكوت الله إذا تم نقلنا بطريقة أو بأخرى إلى بلد حيث تم إخبارنا بأننا لن نضطر بعد الآن إلى الخضوع للولاد والشيخخة والمرض والموت ألم نكون سعداء إذا سمعنا عن مكان كهذا فبالتأكيد سنحاول قدر الإمكان الذهاب إليه لا أحد يريد أن يكبر لا أحد يريد أن يموت في الواقع إن الحصول على مكان خال من مثله به الآلام سيكون رخبة قلوبنا لماذا نريد هذا؟ لأن لدينا الحق والامتياز في أن نريد ذلك نحن أبديون، سعداء، وامليؤون بالمعرفة، ولكن بعد أن غطينا بهذا التشابك المادي، نصينا أنفسنا لذلك فإن البهاغاء فادغيتا تمنحنا ميزة القدرة على إحياء وضعنا الأصلي يزعم الشنكريون والبوذيون أن العالم الآخر خال، لكن البهاغاء فادغيتا لتخيب أمالنا بهذه الطريقة لقد خلقت فلسفة الخلو ملحدين ببساطة نحن كائنات روحية، ونريد لاستمتاع، ولكن بمجرد أن يصبح مستقبلنا فارغا، فإننا نميل إلى لاستمتاع بهذه الحياة المادية بهذه الطريقة، يناقش لأشخصانيون فلسفة الخلو بينما يحاولون قدر الإمكان لاستمتاع بهذه الحياة المادية قد يستمتع المرء بالتخمين بهذه الطريقة، لكن ليس هناك فائدة روحية الشخص الذي يقع في مكانة متعالية يدرك في الحال البراهيمان الأسماء لا يندب أبدا أو يرغب في الحصول على أي شيء، فهو على قدم المساواة مع كل كائن حي وفي تلك الحالة يصل إلى خدمة تعبدية خالصة لي جيت السادسة واربع وخمسين دقيقة بعد ظهر، إن من تقدم في الحياة تعبدية والذي يستمتع بخدمة كريشنا سوف ينفصل تلقائيا عن المتعة المادية إن علامة الشخص المستخرق في البهاكتي هو أنه راض تماما عن كريشنا الفصل خمسة لارتباط مع كريشنا إذا حصل المرء على شيء متفوق فمن الطبيعي أن يتخل عن كل الأشياء الأبنى نحن نريد لأستمتاع، لكن لأى الشخصيات والفراغ خلقا مناخا جعلنا مدمنين على المتعة المادية يجب أن تكون هناك متعة فيما يتعلق بشخص الأسمى بروصاه سنبراه الذي يمكننا رؤيته وجها لوجه في السماء الروحية، نحن قادرون على التحدث شخصيا مع الله واللعب معه، وتناول الطعام معه، وما إلى ذلك كل هذا يمكن تحقيقه عن طريق البهاكتي خدمة المحبة المتعالية ولكن هذه الخدمة يجب أن تكون بلا غرشة أي أنه يجب علينا أن نحب الله دون أن نتوقع مكافأة مادية إن محبة الله في أن يصبح واحدا معه هي أيضا شكل من أشكال الزنة أحد الأختلافات الرئيسيات بين السماء الروحية والسماء المادية وهو أنه في السماء الروحية ليس هناك منافس للرأس أو قائد الكواكب الروحية في جميع الحالات، الشخصيات السائدة في الكواكب الروحية هي التوسع الكامل لشريك ريشنا الرب الأعلى ومظاهره المتنوعة يرأسون جميع كواكب الفايكونتن على الأرض، على سبيل المثال، هناك تنافس على منصب الرئيس أو رئيس الوزراء ولكن في السماء الروحية يعترف الجميع بأن شخصيات الربوبية الأسما هي الأسما ولكن الذين لا يعترفون به ويحاولون منافسته يتم وضعهم في الكون المادي الذي يشبه تماما بيت السجن كما هو الحال في أي مدينة يوجد سجن ويشكل السجن جزءا ضائلا للغاية من المدينة بأكملها لذلك فإن الكون المادي هو السجن للأرواح المكيفة إنه يشكل جزءا لا يذكر من السماء الروحية لكنه ليس خارج السماء الروحية كما أن السجن ليس خارج المدينة سكان كواكب فيكيوح في السماء الروحية هم جميعا أرواح متحررة في شريماند بهاجا فأتا من أعلم أن سماتهم الجسدية تشبه تماما سمات نلة ويظهر له على بعض هذه الكواكب بذراعين وعلى البعض الآخر بأربعة ذراعين سكان هذه الكواكب مثل رب الأعلى يظهرون أيضا ذراعين وأربعة أذراع ويقال أنه لا يمكن التمييز بينهم وبين الشخص الأسماء في العالم الروحي هناك خمسة أنواع من التحرر سيود فيلمكتي هو شكل من أشكال التحرر يندمج فيه المرء في الوجود غير شخصي للرب الأعلى المسمى براهيمان شكل آخر من أشكال التحرر هو سأوروبيا موكتي والذي من خلاله يتلقى المرء سمة تشبه تماما سمات نلة آخر هو سلوكا المكتي والذي من خلاله يمكن للمرء أن يعيش في نفس الكوكب مع الله بواسطة سار ستي موكتي يمكن للمرء أن يحصل على ترف مماثل لتلك التي يتمتع بها الرب الأعلى نوع آخر يمكن المرء من البقاء دائما مع الله كأحد شركاؤه تماما مثل أراجونا الذي يكون دائما مع كريشنا كصديق له يمكن للمرء أن يحصل على أيمن هذه الأشكال الخمسة للتحرر ولكن من بين الأشكال الخمسة فإن سيدري المكتي المندمج مع الجانب غير شخصي غير مقبول من قبل محبي في اليفق يرغب فإيشناف في عبادة له كما هو والاحتفاظ بفرديته المنفصلة لخدمته بينما يرغب الفيلسوف الميافادي غير شخصي في فقدان فرديته وللاندماج في وجود الأسماء هذا الدماج لا ينصح به شريك ريشناف في البهاغا أفاد غيتا ولمان قبل الخلافة التلمذية لفلأسف فإيشنافا كتب اللورب كإيتانا ياماها براب هو عن هذا الموضوع في كتابه ريكيك أربعة يا رب القدير ليس لدي رخبة في جمع الثروة ولا رخبة في الاستمتاع بالنساء الجميلات ولا أريد أي عدد من المتابعين ما أريده فقط هو أن أتمكن من الحصول على خدمتك التعبدية التي لا سبب لها في حياتي ولادة بعد ولادة هنا يشير اللورب كإيتانا ياماها براب هو إلى الولادة بعد الولادة عندما تكون هناك ولادة بعد الولادة لا يوجد تحرر في التحرير أما أن يصل المرء إلى الكواكب الروحية أو يندمج في وجود الأسماء في كلتا الحالتين ليس هناك شك في إعادة الميلاد في العالم المادي لكن كإيتانا ياماها براب هو لا يهتم بما إذا كان قد تحرر أم لا همه الوحيد وهو لأنخراط في وعي كريشنا لخدمة ربي الأعلى المريد لا يهتم بمكان وجوده ولا يهمهما إذا كان قد ولد في مجتمع حيواني أو مجتمع بشري أو مجتمع نصف إله أو أي شيء آخر إنه يصلي إلى له فقط إلى ينساه وأن يكون قادرا دائما على المشاركة في خضمته السامية وهذه من أعراض الإخلاص الخالص وبطبيعة الحال فإن المريد أينما كان يبقى في المملكة الروحية حتى وهو في هذا الجسد المادي لكنه لا يطلب أي شيء من له من أجل رفعته الشخصيات أو راحته على الرغم من أن سريين كريشنا يشير إلى أنه يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل الشخص المخلص له إلا أن هناك عنصر مخاطرة بالنسبة لليوغيين الذين يمارسون أساليب اليوغى الأخرى بالنسبة لهم أعطى توجيهات في البهاغة أثاد غيتا الثامنة وثلاث وعشرين دقيقة صباحا فيما يتعلق بالوقت المناسب لترك الجسد الإجمالي يا أفضل أبناء بهارتا ساشرح لك الآن الأوقات المختلفة التي يغادر فيها المرء هذا العالم أولا يعود إليه يشير كريشنا هنا إلى أنه إذا كان الشخص قادرا على مغادرة جسده في وقت معين فيمكنه أن يتحرر ولن يعود أبدا إلى العالم المادي ومن جهة أخرى يشير إلى أنه إذا مات الإنسان في وقت آخر وجب عليه العودة يوجد عنصر صدفتي هذا لكن ليس هناك شك في صدفتي بالنسبة للمخلص دائما في وعي كريشنا لأنه يضمن الدخول إلى مسكن كريشنا بفضل أخلاصه للرب اغنيرجيو ترآهن شوكلاه ساماسا أو ترايا أنام تترى برية جوشانة براهما براهما في ديوجناه أولئك الذين يعرفون البراهما الأسمى يموتون من العالم أثناء تأثير الإلهي الناري في النور في لحظة ميمونة خلال أسبوعين من القمر والأشهر الستة التي تسافر فيها الشمس في الشمال جيت الثامنة وأربع وعشرين دقيقة صباحا تقضي الشمس ستة أشهر في الجانب الشمالي من خط الاتستواء وستة أشهر في الجانب الجنوبي في شريماند بهاجا فأتأمو لدينا معلومات مفادها أنه بينما تتحرك الكواكب تتحرك الشمس أيضا ومن مات عندما تكون الشمس في نصف الكرة الشمالي فقد نال التحرر دمورات ريسة ثاكري شناه سام ما سادا كشيانيا أنام تتركان الدرام أو سامجيو تريو غيب ربيان فارتات إن الصوف الذي يغاضر هذا العالم أثناء الدخان أو الليل أو الأسبوعين الذين لقمر فيهما أو خلال الأشهر الستة التي تمر فيها الشمس إلى الجنوب أو الذي يصل إلى كوكب القمر يعود مرة أخرى وفقا للفضة هناك طريقتان للعبور من هذا العالم واحدة في النور وواحدة في الظلام عندما يمر المرء في النور فإنه لا يعود ولكن عندما يمر أحد في الظلمة فإنه يعود جتا ثمانية نقطة 2526 وهذا كله عن طريق الصدفة لا نعلم متى سنموت وقد نموت بالخطأ في أي وقت لكن بالنسبة لشخص بهاكتيو غي أراسخ في وعي كريشنا ليس هناك شك في الصدفة إنه متأكد دائما نايت ساريتي بارث جان أن يوجي مهياتي كسكان أتسمت سائر في سوك اليسوي وغيوكي طيبها فأرجونا إن المصلين الذين يعرفون هذين الطريقين يا أرجونا لن يحتاروا أبدا لذلك كون ثابتنا دائما في التقوى جتا الثامنة وسبع وعشرين دقيقة صباحا لقد تم التأكد بالفعل من أنه في وقت الوفاة إذا كان بإمكان المرء أن يفكر في كريشنا فسيتم نقله على الفور إلى موسكان كريشنا ومن يترك جسده عند الموت مذكرا بي وحدي يصل في الحال إلى طبيعتي هذا لا يوجد أي شك من يتأمل في شخصيات الربوبية الأسمى وينشغل عقله دائما بتذكري دون أن ينحرف عن الطريق فهو يا بارثا أرجونا سيصل إلي بالتأكيد بغى ثمانية نقطة خمسة ثمانية نقطة ثمانية قد يبدو مثل هذا التأمل في كريشنا صعبا للغاية لكنه ليس كذلك إذا مارس المرء وعين كريشنا من خلال ترديد ألمها منترا هاري كريشنا هاري كريشنا 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 هاري 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 الراما هاري الراما راما راما هاري هير سيتم مساعدته بسرعة كريشنا واسمه غير مختلفين وكريشنا ومسكنه التجاوز أيضا غير مختلفين من خلال الاهتزاز الصوتي يمكننا أن نجعل كريشنا ينضم إلينا على سبيل المثال إذا ردنا هاري كريشنا في شارع فسوف نرى أن كريشنا يذهب معنا تماما كما عندما ننظر إلى الأعلى ونرى القمر فوقنا فإننا ندرك أنه يذهب معنا أيضا إذا كانت طاقة كريشنا رديئة تبدو كأنها تسير معنا أليس من الممكن أن يكون كريشنا نفسه معنا عندما نردد أسمعه سوف يبقين برفقته لكن علينا أننا تؤهلل نكون في صحبته ومع ذلك إذا كنا مندمجين دائما في فكر كريشنا فيجب أن نطمئن إلى أن كريشنا معنا دائما يصلي اللورد كإيتان يا مها برابه يا إلهي اسمك القدوس وحده يمكنه تقديم كل البركات على الكائنات الحية وبالتالي لديك مئات وملايين الأسماء مثل كريشنا وغوفينا دا لقد استثمرت في هذه الأسماء المتعالية كل طاقاتك المتعالية وليس هناك قاعدة صارمة وسرعة لترديد هذه الأسماء المقدسة يا إلهيون لقد سهلت عليك لأقتراب إليك بأسماءك المقدسة ولكن من المؤسف أنني لا أجذبهم شيكا سأتأك أثنان بمجرد ترنيم يمكننا الحصول على كل مزايا لارتباط شخصي مع كريشنا أشار اللورد كإيتان يا مها برابه الذي لا يعتبر روحا محققة فحسب بل تجسيدا لكريشنا نفسه إلى أنه في عصر كلي هذا على الرغم من أن الرجال ليس لديهم تسهيلات حقيقية لتحقيق الذات فإن كريشنا لطيف جدا لدرجة أنه أعطى يجب استخدام الشابدة تجسيد الصوت باعتباره يوجد رما أو الطريقة لتحقيق هذا العصر لا يوجد أي مؤهل خاص ضروري لهذه الطريقة لا نحتاج حتى إلى معرفة اللغة سانوسكريتية إن اهتزازات هير كريشنا قوية جدا بحيث يمكن لأي شخص أن يبدأ على الفور في ترديدها دون أي معرفة باللغة سانوسكريتية على الإطلاق إن الشخص الذي يقبل طريق الخدمة التعبدية لا يحارم من النتائج المستمدة من دراسة الفضاء أو أداء التضحيات التقشفية أو الصدقة أو متابعة الأنشطة الفلسفية والمثمرة وفي النهاية يصل إلى المسكان الأعلى جيت الثامنة وثماني وعشرين دقيقة صباحا يقول كريشنا هنا أن الغرض من جميع التعليمات الفيدية هو تحقيق الهدف النهائي للحياة العودة إلى الربوبية جميع الكتب المقدسة من جميع البلدان تهدف إلى هذا الهدف لقد كانت هذه أيضا رسالة عن جميع المصلحين الدينيين أو الأقاريس وفي الغرب على سبيل المثال نشر رب يسوع المسيح نفسه هذه الرسالة وكذلك رب بوذا ومحمد لا أحد ينصحنا بأننا استقرى بشكل دائم هنا في هذا العالم المادي قد تكون هناك اختلافات صغيرة وفقا للبلد والوقت وظروف ووفقا للتعليمات الكتابية لكن المبدأ الأساسي المتمثل في أننا لسنا مخصصين لهذا العالم المادي بل للعالم الروحي مقبول من قبل جميع المتعاليين الحقيقيين تشير كل الدلائل على إشباع رغبات أرواحنا العميقة إلى عوالم كريشنا تلك التي تتجاوز الولادة والموت ترجمة نانسي قنقر